هلو ازايكو يا حلوين نهاردة هنعمل صابون الورد هنعملو بالورد المجفف وبريحة الورد وصفة جميلة جدا قبل ما ابدأ يليت لايك وسبسكرايب واتفعلوا الجرس وفي اخد سيبولي كومنت وتعملوا شاهد يلا بينا نبدأ اول حاجة معي 340 جرام من الماء المقطر اضيف عليهم 125 جرام من هيدروكسيد السوديوم طبعا انتو عارفين ان محلول اللاي اللي هو هيدروكسيد السوديوم مع ماء مقطر ده اللي بيعمل لي التصابون مع الزيوت من غيره مش هيكون فيه صابون انا بشرح بس عشان المبتدئين بطيف بشويش قوي وقلب وطبعا بتكونوا لابسين جوانتي ولابسين كمامة ولابسين نظارك حماية ولازم هيدروكسيد السوديوم يتضاف تدريجي للماء المقطر مش العكس لو انتو ضفتوا الاول هيدروكسيد السوديوم وفق الماء المقطر يمكن انفجار لا يمكن انفجار متوفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي هسيبوا على جامبي يبرد ده ورد مجفف اخدت منه حتى بسيطة واتحنتهم في مطحنة البن وهدى بودهم بشوية ماء مقطر غير لما يتكون عجينة دول معلقة تقريبا اضيف عليهم بصمية شوية شوية كده بسيط وقلب لحد لما يبقى عندي كده اشتركوا في القناة ر sketchوية شوية 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 اضيف الزيوت و معي 454 جرام من زيت الزتون اضيف عليهم 284 جرام من زيت جوز الهند اضيف عليهم 170 جرام من زيت النخيل اضيف محلول هيدروكسيد السوديوم من خلاله مصفى درجة حرارة الزيت نجد الزيت للوقت هيشتغل شوية بالهند بلندر لحد لما اوصل للأسر. جميع الزيوت اللي انا استخدمتها جايلنا من مصنع الابجي هدية. اضيف 20 جرام من زيت أساسي الجيرانيوم المصري. و اقلب 2 جرام. هنا انا اخدت 200 جرام من الصابون بتاعي وهبتدي اخلط معي الورد المطحون اللي انا داودته بالماء المغلطة. اشتركوا في القناة نزل في الآل فتاعي. ثم انا كان عندي شماعة كده انا محتاجة حاجة سلك عشان اعمل بيها الشكل زي بييروا عليها سويرل كده شكل معين جوه الصابون بتاعي فانا هحطها كده من دلوقتي هنا كده وهبتدي اضيف الصابون اللي فيه الورد واحط طبقة تانية من الصابون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي انا هعمل ايه انا هعمل حركة كده عشان اقلب الشماعة دي كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة